نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وأشدد المركز على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التامونية بواقع خمس أرغفة يوميا لكل فرد بمعدل 150 رغيفا للمواطن شهريا وأشار المركز إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال شهر بنقاط مجمعة وذلك على أن يقوم حامل البطاقة التامونية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التامونية المختلفة